معنا محمد الفيصان مراسل أوريانت نيوز من ريف حماء أهلا بك محمد كيف يبدو الوضع بعد سيطرة الثوار على قرية الزارة بريف حماء الجنوبي وما حجم تصديهم لمحاولة تقدم النظام في حر بنفسه نعم معارك الشريسة تدور بين الثوار وعقوات النظام والميليشيات الشيعية في ريف حماء الجنوبي بعد أن تمكنت غرفة عمليات ريف حمص الشمال المؤلفة من عدة فصائل جبهة النصرى أحرار الشام أهل السنة والجماعة والأجناد تمكنوا من تحرير هذه القرية بالكامل بعد أن تمكنهم من تحرير ثلاث نقاط كبيرة أو حواز كبيرة لقوات النظام بعد أن تمكنوا من تحرير كل هذه المناطق يقوم طيران النظام الحربي والمروحي وأيضا طيران العدوان الروسي بشن عشرات الغرارة الجوية على قرية الزارة وغيرها من المناطق المحيطة بها طبعا الثوار من خلال تحريرهم لهذه القرية اقتنموا عربات بي ام بي ودبابة وأيضا تمكنوا من قتل وجرح شرات من قوات النظام والمرتزقة التابعين فيما تمكنوا من تأسر أكثر من ثلاثين عنصرا لأن النظام الثوار الآن عيونهم ترنوا إلى قرية كفرنان هذه القرية الموالية أيضا لنظام الأسد طبعا الحديث عن مولاء قرية الزارة أيضا مولية لنظام الأسد وغلبيتها من الطائفة العلوية وتعتبر خزان بشر لتصدير الشبيحة يعني لأن نظام وتمركزهم فيها في حال تمكن الثوار من السيطرة أيضا على قرية كفرنان يكونون قد أمنوا الطريق بين ريف حمص الشمالي وريف حماء الجنوبة وأيضا أمنوا على منطقة الحولة وبعث طريق إمدادهم مفتوحا ويكونون بذلك قد أفشلوا يعني هم الآن بهذا العمل الذي قاموا به اليوم أفشلوا محاولة قوات النظام أو خطته بالسيطرة على قرية حرب نفسها وطلف في ريف حماء الجنوبة طبعا قوات النظام ما فتيت منذ عدة شهور تحاول التقدم إلى ريف حماء الجنوبة إلى مناطق حرب نفسه وطلف وغيرها من هذه المناطق لفصل الريفين الحمص الشمالي والحموي الجنوبة عن بعضهما تماما وإطباق الخناق والحصار على منطقة الحولة بسيطرة الثوار على هذه المنطقة يكونون قد أفشلوا كل هذه المحاولات أو أفشلوا هذه الخطة للنظام تماما والآن بات النظام فقط فيما كان المدافع عن نفسه في منطقة كفرنان لأنه في حال تمكن الثوار من السيطرة عليها سيكونون قد تمكنوا من فتح الريفين على بعضهما تماما وأمنوا طرق إمدادهم بالكامل طيب هذه التحركات للثوار في الفترة الأخيرة هل تقابل بقصف وغارات جوية على الجبهات هناك؟ نعم طيران النظام الحربي شن أكثر من ثمانين غارة منذ الصباح منذ أن بدأت العملية حتى الآن طبعا هو بشكل اعتيادية يعني في اليوم يقوم بتنفيذ حوالي عشر إلى خمسة عشر غارة على منطقة ريف حماء الجنوبة المناطق المحرمة من ريف حماء الجنوبة اليوم كان هناك أكثر من خمسة وسبعين غارة للطيران الحربة بإضافة إلى عشرات الاستوانات المتفجرة التي تم إلقاؤها من الطيران المروحة على مناطق الاشتباك والقرى المحررة من ريف حماء الجنوبة إلى ذلك شارك طيران العدوان الروسي بقصف الجبهات وقصف القرى المحيطة بقرية الزارة من قرى ريف حماء الجنوبة أيضا قرى ريف حماء الشمال تعرضت للقصف نذكر قرية فرناطة التي تعرضت أيضا لأكثر من خمسة وعشرين غارة جوية منذ الصباح حتى الآن طبعا تشهد أن منطقة ريف حماء الشمال لمنطقة كفرنان حركة نزوح باتجاه المناطق التي تسيطر عليها نظام تخوف من تقدم الثوار إلى هذه المناطق شكرا جزيلا لك محمد الفيصل المراسل أوريانت نيوز من ريف حماء